يوجد حلول سريعة ويعني تحدث نتائج باهرة باهر باهرة حل وإحنا نبحث عن حلول باهرة أبهرنا يا آخ العرب تعرف الوضع كيف عندنا حرب ومشاكل واقتصاد ودمار والناس تتور لك متى العيش وتبحث عن حلول ما هي هذا الحلول الباهرة تحركش وأبهرنا أنه لو لو يوجد للناس عصارات عصارات تعصر الحبحبة بحقها القراش أن الإنسان لا يستفيد بشكل كبير جدا من العصير الذي يخرج يا سلام والحل الحل في الحبحب أخي المشاهد الحل في الحبحب الحبحب هو الذي يحبح بالاقتصاد ويحبح ابناء في الحياة مشكلتنا الآن إنه القيمين على الدولة بيعصر الحبحب بدون القراش والقراش هي اللي بتحعل وتقرش المشاكل كلها يا سلام الآن هذا الحبحبة حل لنا مشاكلها يا أبو حبحبة الآن أفهم من كلامك أنه لو عصرنا هذا مع القراش بتحتل مشاكلنا ونصبح دولة عظمى يعني الآن الدول هذا العظمى هو فقط أنها بتعصر الحبحب مع القراش يعني بنصبح زي مثلا ماليزيا ومهاتر محمد أقوى بكثير جدا من مهاتر محمد ومن غيرهم من قادة العالم بكله فننهض باليمن فيكون لليمن حضور أكبر من ماليزيا وأكبر من زن غفورة بكثير بفاظلها الحبحب شوفوا كما الدول تجمع قرشة فوق قرشة من حق الحبحب تبني دولته ماليزيا لها تجربة كيف نهضت؟ واضح واضح الحبحبة صاحبك تشرح لنا كيف نهضتها الدول الدول بتقوم بعد نص الليل تجمع قرشة فوق قرشة ونهض ببلادها أنت أنت رجع في الكهف بس رجع في ناس بيدوروا لا لا مش هذا التحالف قسطي طيب أفترض أنه مش موسمة الحبحب هذا الأيام ايش نعمل نبقى هكذا دولة متخلفة كيف ننهض ببلادنا كيف؟ تبيع بسباس يمني محوج تمام والبسباس اليمني والحواجل اليمني معروف يستخدموا فيها التوم البصلة الذي هو محرق مشهف يستخدموا فيها الكمون يستخدموا فيها الصعتر الكبزرة يعني خلط هذا الأمور والبسباس الحيمي ينظك الذي يلبع لذع اللذع ويفعل لك ملحي ويفعل لك حوائج وتسكع على اللبن وخلطه مع الزحاوة وبز معك في جيبك لا أخور تكل بضاده في أي بقع وسكع المهم تطور هذه القضية دعني ما فيش مع هنا عذر الأسباب والقواعدة الأساسية للنهوض موجودة احنا فقط لي ما رضيناش نبقى دولة عظمى ونضبط بط الموضوع بسيط شوية بسباس في جيبك شوية بضاده يعني تخرجهم معك أحيانا يتوفر لنا بسباس ما فيش معانا بضاده وأحيانا معانا بضاده بس ما فيش بسباس ولهذا كيف نتقدمه ونضبط بط إلى الفضاء أنت فقط تشغل البضادة لهانا ونضلك واستفيد من العلماء اللي قبلك بنبطة مثلا المألف كتاب الاكتصاد في البضاده استفيد منهم وقد قال الشاعر إنما الأمم الأخلاق وما اطبط بضاد فأنتوا بدوا بدوا بدادك يا ربي بدادك والذي ما يفش مع الله بسبس ولا بداد ولا حب حب أشي عمل إحنا نستطيع أن نستفيد أعلاف من هذا الورق هذه بنسميها الكفته ورق القاتل يا أخي استفيد من الورق هذا مثلا أن يجمع هذا الورق كله وأن يتم إعادة تأهيل هذه الورقة لتصبح أعلاف هم ممكن تصبح أعلاف ممكن تصبح أعلاف يعني بس ساعتها كده أعلاف ما أبدا تستفيد منها لأني